السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة ونلتقي اليوم لنتحدث عن موضوع عنده علاقة بموسم عشوراء عشوراء مرتبطة بقضايا مختلفة سوف نتطرق كل ليلة عن موضوع على حدة له ارتباط بعشوراء وهذه الليلة سوف تكلم بإذن الله عن ظاهرة تنتشر وترتبط بعشوراء وهي السحر والشعودة التي تنتشر في هذه المناسبة ليلة عشوراء ليلة عشوراء هي ليلة مميزة تصادف العاشر من محرم الحرم هذه الليلة يختلط فيها الدين بالوثني والسياسي بالعقدي عند مجموعة تسميات كتسمى ليلة شعالة وكلك يسميها ليلة المجامر كما يطلق عليها بعض المشعودين والمشعودات بل كالقوب أن بعض الشوافين والشوافات يتحولون في ليلة عشوراء إلى نجوم كبار يقصدهم أصحاب الحاجات خصوصا النساء ممن ضقت بهن الحياة كنتظروا المناسبة للعشوراء بفارغ الصبر لتجريب بعض الوصفات سحرية إما بقصد رفع التابعة أو دفع العكوسات عن الزواج وإما لجلب الحظ السعيد أو لجلب الحبيب الغائب أو لترويد الزوج على الطاعة والسمع أو لتجديد الثقاف ضواهر كثيرة تستعمل في مثل هذه المناسبة مش غير الناس لهم يا غير متقفين عندهم الأمية وعندهم الجهل حتى الناس لهم متقفين ولهم عندهم مستوى عالي من العلم تلقوا مثلا في بعض القطاعات الوظيفية موظفين في مراتب عليا يلجأون إلى مثل هذه الممارسات مثلا وضع غبار شفف في مثل هذه المناسبة على مكاتب بعض المنافسين معك في الموظف في العمل أو في الشركة أو في الإدارة يصنع غبار شفف يرمى على المكتب إما بقصد أنه يتنحى عن وظيفته أو أنك تكسب ودى المدير أو المسؤول في هذه المناسبة كتنتشر مظاهر خطيرة دي الشعودة وكتنشط الحركة دي البيع عند العطارة العطارة كي عضو أسياد الموقف كي بيعوا أعشاب ومواد مختلفة كلها تستعمل كوصفات سحرية كي لقوا بعد العطارة يتاجرون في مجموعة من الحيوانات الحية أو الميتة مثل التعاليب والكلاب والقطة البرية والضفاضع والسلاحيف والقنافد والتعابين وغيرها من المخلوقات المستعملة في الشعودة والسحر وكي لقوا كذلك واحد الحركة مريبة بعض الناس يقصدون المقابر المهجورة وكيمشون الروضة المنسية وهنا يتم استغلال المجمر والبخور وما يسمى بالشروطة وأشياء أخرى حينما يقترب موسم عاشوراء هالناس اللي هم عندهم نيات سيئة ينشطون في هذا المجال وبالمقابل تلقوا فوبيا عند بعض الناس الآخرين اللي تشعروا بالقلق وبالخوف خصوصا الرجال بعض الرجال اللي عندهم علاقات مع بعض النساء واللي غير وطيدة وغير سليمة تيبدي خاف تيقول عندك نوقع ضحية أعمال سحر المنطرة فلانة أو فلانة غتقلب حياته رأسا على عقب أو قد تصيبه بالسوء لأنك خاف لا يدعو له تقاف أو يدعو لها جلب الحبيب تكتفوه وكيجيبوه خاضع ركع لهذا كالقواب على الرجال يعمدون إلى مغادرة المنزل خلال يوم عشرة وآخرون يحيطون تحركاتهم بسرية وآخرون يتفادون أماكن معينة هذا الخوف والشعور بالفوبيا كيستراتل بعض النساء بعض النساء اللي عنده وحد الراجل المبارك خيف عليه اللي يضيع منها وتخاف على أبنائها من التعرض لمكروه أو يصيبهم مس من السحر هذا الأمر ذي العشرة وتزدهر فيه ما ظاهر الشعودة هذا شيء قديم قدم التاريخ كالقول يهود ما رسوه بل وأكثر من اليهود ما رسها أهل بابل وما رسها أهل فارس وأهل مصر وغيرها من البلاد في التاريخ القديم لأن بعض الأقوام يكونوا مسكونون بالشعودة يكونوا مهوسين بالسعر يكونوا يتطلعون إلى الغيبيات ويحاولون التعامل مع الخوارق فمنذ التاريخ القديم كانت الشعودة واحتفل العصر الحالي كان القوم مازال الناس مفتولون الشعودة لعالم الغربي الآن أوروبا وأمريكا لفتقدم العلم التكنولوجي ما زال الناس عندهم اهتمامات بالتطلع إلى الغيبيات والتعامل مع الخوارق ومنهم من هو عنده هوس بالسحر والشعودة ربما الكل يذكر بأن بعض الناس في أوروبا في خوزن بريطانيا فوتنوا بقصص وأفلام غريبة عن السحر والأرواح والأشباح مثل قصص هاري بوتر الشهيرة القرآن الكريم يحكي لنا بأنها تشيكا منذ زمان كان قبل ملك سليمان حينما يتحدث القرآن العظيم يقول الله تعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر السحر علم عنده قواعد وعنده أسس يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه هذه أهم خاصية عن السحر هو التفريق بالأزواج لمشى المحكمة دي الأسرة غضي القب بأن القضاء ما بقوشكي حكريوسهم والسبب لأن عدد الطلاق كتير ولا تأمننا فيه أكل قوش مشاكل اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية بقدر ما كتدخل الشعودة بقوة في التفريق بين الرجل أو المرأة وهاتش مش فقط طبقة الفقيرة أو الجاهلة أو الليماتقراتش احتى الطبقة المتقفة طبقة اللقارية احتى الطبقة السياسية فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشكره ما له في الآخرة من خلاق ولبيس مشار به أنفسهم لو كانوا يعلمون هذا السحر انتشر حتى في عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو وسيلة للتخلص من بعض الناس التاريخ السياسي دي المجموعة حضارات ودول كان القوة بأن الصراع على السلطة كيدخل فيه السحر تحملوا واحد ربما غيروا له فكره وغيروا له صحته بالسحر حتى في عصر النبوة لما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام وجاء لكي يغير الوضع المعوج وجاء لكي يصحح المصار وجاء لكي يعيد الناس إلى الفطرة السليمة اعتبروا بأنه سوف يسيء إلى مصالحهم فبجميع الوسائل حاولوا محاربة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذل للحصار الاقتصادي ذلوا لها الظلم العدوان وجي واحد اليهودي قال لهم أنا عندي طريقة سهلة بلا حرب بلا سلاح غندر السحر ومحمد صافعا قضيه عليه هذا اليهودي يسمى لبيد ابن الأعصم هو من بني زريق واليهود معروفين في الجاهلية بالسحر إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا معظم كبار السحرة في العالم العربي والغربي من اليهود جهد لبيد ابن الأعصم ودار وحد الجدادة وكتب فيها اسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي وقع للنبي الكريم شعر بتغيير غريب كتقول أمنا عائشة رضي الله عنها كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله ذا لسحر التخيلات وهذا سحر خطير اليوم كاللقوا بزايف ديال الناس مرضى كيمشوا للمساحات النفسية وكيتعالجوا عند أطباء هما ما عندهم أمراض نفسية هما عندهم سحر ديال الخيال الفاسد كتوقع لتهيئات وتخيلات للمرأة كتتخيل بأن رجلها بغي يقفلها والراجل كيتخيل بأن المرأة بغي تخونه وهكذا الشريك مع شريكه وغير ذلك فهذا النبي الكريم المعصوم وقالي هذا الحدث ذا لسحر التخيلات حتى كانت أمنا عائشة تقول لكتبة الوحي لا تكتب عنه شيئا غير القرآن القرآن من عند الله لن يتغير ولكن الكلام لكي يقول النبي حافظوا ما تكتبوهش لأنه يخيل إليه يفعل شيء وما يفعله ظل صيدنا رسول الله على هذا الحال لأيام معدودات حتى جاءه الملك من عند الله وقال له يا محمد فإنك مطبوب فلما تم التساؤل من طبه قال لبيد بن الأعصم قال ماذا فعل قال لي دالي واحد البقايا الشعر ديالو الشعر ديالو داروا في واحد المشطة خادوا المشطة ديالو خادوا بقايا الشعر وداروا في واحد ترنيمة سحرية ورموها في بئر مهجورة عجب النس كمشيوا الرودة المنسية رموها في بئر مهجورة تسمى بئر ذي أروان بئر ذي أروان فالنبي الكريم اللي عرفها بعت بعض الصحابة واستخرجوها فقالوا يرسل الله أنا حرقها قال بل ادفنوها فأنزل الله عليه نكسع نزل عليه القرآن العظيم سورة الفلق وسورة الناس قل أعود برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد في هذا الوقع نزلت سورة الفلق كما نزلت سورة الناس قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هذه تسمى المعودتين فهي من أقوى آيات التحصين فكان النبي الكريم يقرأ بهما يجمع يديه بجوج ويقرأ بهذه السورتين وينفت على جسمه حتى ذهب عنه ذلك الإحساس معنى من شر النفاتات في العقد النفاتات هما الساحرة اللوة يعقدنا في سحرهن وينفتنا عليه فهنا العلماء قال لك لماذا سيدنا رسول الله وهو النبي وهو المعصوم كيف وقع له ذلك قال لأن سيدنا رسول الله جميع أنواع الابتلاءات التي تقع للبشر نال منها نصيب صلى الله عليه وسلم ما في ابتلاء عشر يتم الفقر الضم التهميش تهم امرأته بالخيانة الزوجية طلقت بناته جميع أنواع ما يخيل إليك من المعاناة تلقى هذا النبي ربنا عز وجل أراد أن يبتليه فصبر ومن تم ربنا عز وجل رفع مقامه وقال إن الله وملائكته وملائكته يصدون على هذا النبي لأنه فقد تخيل أنه صبر واحتسب في عشرة نحن الآن على أبوابها الناس كي يهتموا أصحاب القلوب المريضة الناس أصحاب القلوب الخبيطة كي يبغيضر بعضهم بعضا وكي بدوا يقلبوا على أنواع السحر كي يستعمل السحر دي الضرر هو السحر الأسود كي تسمى السحر التفرقة يفرقون بين المرء وزوجه كي تلقى لش حال دي ناس كي تخاصموا ش حال دي ناس كي تطلقوا وكي لكي دي لهم سحر البوار والعياذ بالله سحر البوار التجارة كتبور عنده محل تجاري عنده مقهى مطعم فندوق حمام ما كيش رواج تجاري بوار وكي البوار دي لبنات ما يتزوجوش كي بقوا تم حاصلين عند والديهم هذا سحر البوار وكي السحر الأبيض اللي كي تسمى السحر المحبة حنا في التقافة الشعبية عندنا في المغرب كي لقوا النساء كيتكلموا على بعض الوسائل اللي هي ولات معتادة عندهم وكي تذكر في عشورة مثلا كي لقوا في عشورة كنديروا بعض الوجبات المطبخية الناس عارفين انهم لتعاشورة كنديروا كسكسو بالجديد خصوصا بالديالة دي الحولي هنا كتجيل مولات الدار كتصوب الكسكسو كتدير الديالة دي الحولي وشي قديدات وكردسات وكتجيل الديل دي الخروف اللي احتفظت بملكبش وكيكون مجفف بالملح فيتم حشو الديل بمستحضارات سحرية وكيتم قول بعض الكلمات واغلاقه بالقفال دي الكسكاس ومن بعد تراني معينة كيستعملها بعض النساء المارضة في عقولهم وكيقدموا الوجبة وكتحص بأن الزوج هي يكل منها ما الذي يقع كيقول لك هذه وجبة كيجعل الرجل طيعا في يد زوجته كيعدل قتله كيقول لها وخا هذه الوصفة يدوم مفعولها عاما كاملا العام كله يبقى الرجل هكذا لكن كيسر العام كيسر المفعول فتضطر المرأة إلى تجديد هذا هذا الأمر هذا كالقوا كذلك بعض النساء اللي كتخاف على رجلها لأنه عنده علاقات مع النساء أخرى مخلت ما دارت معه هو عينه خضراء كل مرة كي عينه زيغاء كيمشي عند هادي عند هادي أشغا ديروا ليه كتقول لها صاحبتها ديري ليه اثقاف شنه هو اثقاف هو كتربط الرجل عن معاشرة النساء وهناك يستمعلوا مجموعة دي الأشياء الخبيثة حيوانات خصوصا ما يسمى بالذبان الهندية وكيديروا رأس الضفضع المجفف والشدق دي الجمل وكيديروا ترتيبة معينة ثم تدفنه في الروضة المنسية وكتب قادك الراجل المسكين هكذا ما كيبقاش عنده القدرة على الجمع وكيمشي عن الطبيب النفسي وعند الخبير الاجتماعي كيقول لي عندك مرض نفسي عندك ربما تركمات دي الأيام زمان ربما إحباط ربما قلق توتر اكتئاب هو عنده غير تقاف وهذا شيء ينتشر في هذه المناسبة كلقوا كذلك بعض النساء يقول لك هذا سحر أبيض المرأة اللي كتبغي الراجل دي لا يبقى دائما معها ولكن غيب يجي سريع إليها وديما كيبغيها وديما كيقطر عينه منها كتسمى التقاف الشعبية بما يسمى بالشرويطة الشرويطة هي قطعة دي القيمش من لكي يكون علاقة بالمرأة والراجل المادية الراجلية اللي كيخرج بكيطري المرأة تمسح ذلك الموقع يبقى تحتفظ في الشرويطة وكتخليه وكتدير في سبعات دي التمرات دي العشورة واحد الوصفة لا ينبغي أن نذكر هذه الأمور مخافة أن بعض الناس ضعاف العقول والقلوب يطبقوها المهم هذه الشرويطة تتحرق تتحرق في الشعالة دي العشورة وملتما الراجل يحرق قلبه ويصبح هائما بحب زوجته ما كيشفها إلا هي هي ملكة جمال العالم وأي أمر طلبته منك ينفضه ينسى الأم وينسى الأخوات وينسى الوطن وينسى العقيدة وينسى كل شيء مرته هي كل شيء فإذا غاب عنها ربما مش بعيد لأنه من طريقة دي الإبطال النخص يقطع البحر إلا قطع البحر سوف يدوب دك شيء كيقولوا اللي هارا عندك التليكوموند ما هي تحريك الشرويطة الملعونة كتتحركها كيعاود يرجع عندها مباشرة كيقول الشبيك اللي بغتي بني بيك وكتبقى المفعول للشرويطة مفعول هذه الوصفة لعام بالكامل من عاشرة العاشرة لهذا النساء كيحاولوا يجددو في هاد المناسبة والكتير من الرجال كيشعروا بالفوبيا اللي تقرص كيعاود يشعر بأنها وقرب عاشرة كدر راسو وكدلقى مخلوع ومهموم ياربك غدين دير هادشهادة تقافة دارها اليهود منذ زمان منذ عهد سيدنا موسى عليه السلام ونحن في ديننا الإسلامي اللي هو دين الحق ودين العدل تلقى بأن ربنا عز وجل نهانا نهيا صارما عن مثل هذه الأمور قال لنا ويل لمن استباح اتيا السحرة لكي در هادش كله ركي أدي نفسه وكي أدي الآخرين ويوم القيامة غد يكون حساب ديالهم عسير جدا كما قال سبحانه ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا سأما يزيرون ألا سأما يزيرون كيعد الإنسان يوم القيامة يعدب من أشد الناس عذابا يوم القيامة السحرة والمشعودون لذا ربنا قالنا ولا يفلح الساحر حيث أتى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم عند الضعف من أجل ذلك نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يوصي الأمة ويقول اجتنبوا السبع المبقات قالوا وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر بدأ بالشرك بالله لهو أعظم دنب وبعده السحر خطير عدقل وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتين والتولي يوم الزحف وقد في المحصنات المؤمنات الغافلات ثم قال نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد هالسحراء يستعملوا وسائل خطيرة جدا للإدرار بالنس لأنه هو علم يتعلمون منهم من يقوم بالاستعانة بالأرواح الخبيطة أرواح الجن يسخرونها ويستخدمونها منهم من يتواصل مع الكواكب والنجوم نستعد تنجيم يظنوا بأن الكواكب والنجوم هي مدبرة لهذا العالم وكي اعتبروا السحر له أوقات يتم عمله في ساعة معينة في شهر معين سنة معينة عنده توقيت محدد حسب دوران الكوكب والنجم وكل السحر محدد بوقت تزداد في حالة المريض لأنك يكون عنده علاقة بالتنجيم وحركة الكواكب ومنازل الأبرج وهذا السحر يكون أشكال أختاره بث الأوهام والتخيلات فالنفوس خلقت مطيعة للأوهام كي تخيل بأنه يسقط من مكان عالم وكي تخيل بأنه شي واحد غد يقتله أو امرك تخيل رجلة غد يخونها أو الراجل كي تخيل المرأة غد آذه بشي سم أو الأبد كي تخيل بأن أولاده يستعجلون موته لتقسم التاركة وغير ذلك هذا كتسمى الأوهام والتخيلات وربنا عز وجل ذكر هذا النوع اللي هو كتير فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى للسحر دير فرعون كان عندهم هذه القدرة على بطة الأوهام والتخيلات كيدخل لك الدماغ ديالك عنده تلكموند في الفكر دياله وكيدر ما يسمى بالتخاطر الدهني لطلبتي وكيدفك أوهام وتخيلات وكيدرسك كيفرز أفكار غريبة وكل خيال فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى أو كما قال الله تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ومنهم من يستعين بخواص لأدوية كان بعد السحر المشعودين عندهم ألعب أهلواني يبيديهم كيجي عندك وكيكذب عليك عنده أوراق كتفتح وكتسب عنده واحد المواد بحل الزأبق كتمشي وكتجي هذه كلها مسائل اللي هي خاصة وكيستعمل كأنها أمور خارقة وإنما فقط كيأثر على الإنسان باش يديلي الرزق دياله ويفتن في حياته الناس كي ربما كيقولوا ما العلاقة بين هات شكول هذا الشعوداء وهذا الحيوانات وهذا ما الذي يجمع بين أن نخلط أجنحة الوطواط وزابد البحر يجبوا الزابد ديالبحر ديالكشكوشة مع أجنحة الوطواط أو تراب المقبرة المنسية وبيض الأفع أو قوائم تعلب وروت الذئب أو بين مخ الضبع وزغب الفار هذه كلها شعوداء عالم متداخل متناقض يتوحد فيه الممكن بالمستحيل هناك القول الناس كيشعروا بالخوف عندك شو واحد عدو ديالي مخصم معه عندي معه شي حسابات السياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا عاطفية هذه المناسبة غير درني انسمعوا نسع علماء النفس يقولوا بان هاتش اللي يذكروه الناس حول الشروط والدي الذي حول وكي تصب الانسان بالخوف الفوبيا هذا مجرد كلام فارغ لا اساس له من الصحة وكي طلب العلماء النفس ان الانسان ينبغي التخلص من هذه المعتقدات الخرافية ولكن كيف اتخلص منها يقول لك علماء النفس لابد من تقوية جهاز المناعة جهاز المناعة ديالك النفسي قوي كل ما قويته كتكون في حماية او كي قلك لابد ان تقوم بزرع الثقة في النفس ديك ثقة في النفس ولكن مع ذلك يبدو بان لشي واحد ديرك فرص وبغي اديك هذا الجهاز المناعة معي قدواله وديك ثقة بالنفس سرعان ما تسقط لهذا ننقل احبابك يا رمدي اشنا هي الطريقة لكي نشعر بالامن والامان والسلم والسلام سهلة بسيطة جدا لا تهتاج منك الى جهد ولا الى اموال فقط اطلب منكم مستماعي الافاضل جزاكم الله خير ان تهبوني وقتكم التمين للحظات احسن طريقة لكي تحفظ نفسك واولادك وزوجتك واحبابك تحفظهم من هذه الشعودات وتتوقع من السحر ومن غيرها ماذا عليك ان تفعل اولا لابد ان تغرس في نفسك حسن التوكل على الله لابد ان تكون متوكل على الله تعتقد بان الذي يضر وينفع هو الله الذي يعطي ويمنع هو الله خلي عندك دل الله في قلبك خليها قوية وغتشوف بان التحجم قد قضي عليك نهائيا وما هم بضارين به من احد الا باذن الله الى رب يعطى الاذن راكيمش التأثير الى رب يسحمل لك الاذن ويبقى الساحر والمشعود يحرق في الشرعود ويدر المجامر ويبقى للنهار ما يقضي من دي من قواله التوكل على الله عز وجل هو من اعظم ما تدفع به الافات وانفع ما تحصل به المطالب فمن توكل على الله كفه اموره كلها يدقى لربنا عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه انتهى ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله هو الدار الله هو النافع الله هو المعطي الله هو المانع ثم بعد التوكل الصادق على الله لابد ان نمتتل اوامر الله ونشتنب نواهي نحرس نحرس لأن من حفظ أوامر الله ونواهيه حفظه الله لإحفظه من الله ربك يحفظه إحفظ الله يحفظك هكذا قال النبي الكريم إحفظ الله يحفظك وقال الله تعالى فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين كيف يحفظك الله بأنك تحفظ دينه لك تسمع الدين تحترمه تقدسه بعض الناس يزعم على القرآن ويزعم على النبي الإسلام ويزعم على شرائع الدين لابد أن نغير الإرت لابد أن نطور الخطاب الحداتي المتعلق بالتفسير القرآني لابد أن نغير كذا وكذا يزعم على القرآن الكريم والعبادات كي تسهل فيها فهذا ما يحفظ القرآن الكريم يكون هو بنفسه بابه مشروع ومشرع لكي يصاب بالسحر ويصاب بالشعودة في مثل هذه المناسبات كذلك أيها الأحيب الكرام من أفضل الأمور للوقاية الحفاظ على الصلاوات الخمس الصلاوات الخمس لك يحافظ عليها رهي محطات مباركة بشرب يحفظك من كل سوء نحافظ على الصلاة في وقتها مع الجماعة حماية كتكون مع المؤمنين وكتكون مع الصادقين في بيت الله تعالى حماية وخصوصا صلاة الفجر صلاة الفجر لوضب عليها هذا عمره بخاف هذا عنده حماية من الله قال النبي الكريم صلى الله وسلم من صلى الصبح فهو في دمة الله لصلى الصبح رهي عنده تأشير التأميم من عند الرحمن كان في دمة الله لم يكن للشيطان عليه سبيل كذلك نخافظ على تلاوة القرآن العظيم قرآن العظيم حسن حصين حرز مكين جميع القرآن العظيم ولكن بالخصوص بعد الصور مثلا سورة البقر إذا قرأناها في البيت ما يقرب لك لا شيطان ولا سحر ولا مشعود قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ملكة تقرأ البقرة الشياطين والمشعودين يضعون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم ويفرون بعيدا كيهربوا كيتحرقوا سورة البقرة قال النبي الكريم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة البطلة هم الصحارة أيضا قبل ما نعس نحرس أن أقرأ آية الكرسي عند النوم فنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي إذا آوى إلى فرشه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح ولا يقربه شيطان نقرأ آية الكرسي وانتمعا فيها يتكون عندك حماية من عند الرحمن وأيضا قراءة المعودتين المعودتين قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أيضا من الأمور اللي كيشعر بأنه مسحور أو يخفي تسحر وعنده الفوبيا من عاشراء طريقة سهلة إلا كان إنسان ربما بعض الموظفين وبعض المستخدمين ما كيب قليل وقت فين يصلي ويقرأ قرآن يقول لك أنا عندي وقت ضيق مسؤوليات نعم هناك طرق سهلة أن تتصبح بسبع تمرات عجوى تمر العجوى هو تمر رفيع المقام من تمر المدينة المنورة اللي لك لم نسبع كل صباح تصبح به ما تشد في السحر قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر ذلك اليوم ما يشد فيك والو وبعض العلماء قال لك تمر العجوى هو المطلوب ولكن يرجى أن يعمى ذلك في جميع أنواع تمر يعني أي تمر خذ سبع تمرات في صباح ربي يحفظك خصوصا أيها الأحبة الكرام الحفاظ على أذكار الصباح والمساء لا بد أن نواضب عليها فنبي الرحمة يقول ما من عبر يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نقول في الصباح نقول في المساء وخلي المشعويدين يديروا اللي يبغوا تحجمها تشد فيك بإذن الله اللي يبغى الحماية الكاملة ما عليه إلا بالكلمة الطيبة كلمة سر الوجود كلمة مفتاح الجنة كلمة لا إله إلا الله يقولها كل يوم مئة مرة هذا ما يقع عليه والو قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه داك حتى يمسي ولم يتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك أعظم شيء هو تقولها ذكر مئة مرة في النهار عندك أجر وتوابح لأعتقتي عشرة الرقاب عشرة العابيد والإيماء أعتقتي هم العبودية أو أحرار وكتكتب لك مئة حسنة كل حسنية حسنة وكتتمها منك مئة سيئة وعاد إبليس وجنوده ما يقربش لك كانت لك حرزا من الشيطان حتى المساء ما هي بساطة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نقولها بإذن الله وربنا سبحانه وتعالى يحفظنا ويرعانا ويبارك فينا فكن قل أحبائي الكرام أي واحد بغير بيحفظه من الأمراض والأسقام وخطر المشعودين والسحرة خصوصا في هذا الشهر الفضيل يتبع هذه المعلومة التي ذكرناها اللي هي ببساطة فيها التوكل على الله سبحانه وتعالى وفيها الحفاظ على صلاة الفجر والصلاوة الخمس وفيها تلاوة القرآن خصوصا آية مخصوصة البقرة آية الكرسي المعاودتين وكذلك يتصبح بتمر العجواء ويكتر من أذكار الصباح والمساء وخصوصا كلمة لا إله إلا الله لما القام يدير يبقى يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يقول لم يتمر أو أكثر من ذلك بلا عدد وغيرت شوف الحمد لله الصحة والعافية والمناعة النفسية والجهاز النفسي قوي والبركة يا الله تعالى والحسن الحصين عليك وعلى أولادك وعلى زوجتك وعلى تجارتك وعلى صحتك وعلى الأحباب من حولك فلنكتر أي الأحب الكرام في هذه الأيام من قولنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة